اشتركوا في القناة به منافسة كبيرة ومن الصحب عليك كمبتدئ أن تنفس فيه لكن الميكرونيتش يمكن أن يكون ميلادا لكل مبتدئ لأن المنافسة تكون فيه قليلة والمبيعات كبيرة لتفهم أكثر شاهد هنا فعند بحثنا عن كتاب المربح لا بد أن لا نغفل على هذه الأشياء فأولا البحث فيجب عليك أن تبحث جيدا على الميكرونيتش الذي فيه مبيعات كثيرة ومنافسة قليلة لأن كلما كانت المنافسة قليلة وكانت المبيعات متوسطة أو جيدة فسوف يكون حدد المبيعات لديك أكبر ثم الكلمات المفتاحية هذه الكلمات المفتاحية فعند إيجادك لنيتش أو الكتاب الذي يباع بشكل جيد فلا بد أن تختار له كلمات مفتاحية أكثر جدبا للزائر وكذلك أكثر بحثا في أمازون ثم رفع المنتوج عند رفعك للمنتوج يجب عليك أن تضع له عنوانا جيدا ووصفا جيدا كذلك ثم أن تختار اسم المؤلف بطريقة تجعلك مميزا مقارنة مع المنافسين الخاصين بك ثم نمر إلى التصميم فهذا التصميم هو الذي يعطي لكتابك تلك الإضافة التي تميزك عن غيرك فكلما كان التصميم به إبداع وبه لمسة خاصة بك إلا وكان الإقبال عليه أكثر قبل البداية يجب عليك أن تتوفر على هذه الأدوات فهي أساسية جدا فهذه الأدوات تسمح لي بأن أجد الكيورد الأكثر بحثا في أمازون يجب عليك آخر كريم أن تذهب إلى جوجل ثم تبحث عليها فهي عبارة عن إكستنسيون هاي يمكنك الدخول إلى جوجل كتابة إكستنسيون ثم هذا الاسم هكذا ثم تبحث عليه ثم تقوم بتتبيته في جوجل الخاص بك وكذلك تقوم بالذهاب إلى هذه الإكستنسيون كذلك Productor for Merge by Amazon كذلك سوف تقوم بتحميلها وتتبيته على جوجل كروم وبالتالي ستبدأ العمل فعند كتابتك مثلا لكولورين بوكس انظر ماذا سيظهر معي فهنا هذه الخيارات الأكثر بحثا في أمازون هذه بالأحمر هذه كلها تظهر في الأبحاث ولكن نحن نختار واحدة من هذه الذات اللون الأحمر نختار مثلا كيدس كولورين بوكس الآن شاهد معي أخي الكريم 30 ألف نتيجة يعني حتى تضع كتابك ويظهر من بين هذه الثلاثين ألف فهناك منافسة شرسة كيف نقوم بتصغير هذا العدد نأتي هنا ثم نختار آخر 30 يوم يعني الكتب الجديدة فسياسة أمازون هي أن بعض الكتب التي لم تحقق أي مبيع في الشهر أو الشهرين الأخيرة فهي تحتف أو بالأحرى لا تظهر للمتصفحين عند بحثك عليها نحن ندع من 30 ألف إلى 20 ألف نقوم كذلك باختيار هذا الخيار يعني هذه الكتب خاصة لهذه السنوات من 6 سنوات إلى 8 إذن لاحظ معي أخي كريم هذه نتيجة جيدة جدا بالنسبة لنا فـ 170 نتيجة تستطيع أن تنافس عليها لذلك أخي الكريم دائما عند البحث ركز معي يجب أن تجد هنا في النتيجة التي تبحث عنها أقل من ألف نتيجة بحث فإن وجدت النتش عليه أقل من ألف فهذا نتش جيد هذه الخطوة الأولى ثم أخي الكريم الخطوة الثانية نشاهد المبيعات شاهد أخي الكريم 893 مبيعات رقم جيد جدا كذلك نشاهد تاريخ وضع الكتاب يعني 28 ماي 2019 هو جديد تقريبا لكن نحن نفضل أن يكون في السنة الأخيرة 2020 يعني 3 أشهر أربعة الأخيرة يكون أفضل لكن أخي الكريم لاحظ هناك سوبر ماريو وسوبر ماريو ترادمارك لذلك وبيكاتشو ومجموعة من الأنيمي المشهورين يعني آخر كريم إحذر طريقة تريد مارك ثم الكوبيرايت حتى لا يحدث حسابك ثم نبحث كذلك كذلك سبيدرمان نحن الآن أريكم الطريقة كيف تبحث وعليك أن تبحث وتضيف لمساتك أو البسعر هذا البسعر عند دخولك لبيج الأولى فيجب أن يكون البسعر أقل من خمسمائة ألف إن وجدت البسعر أقل من خمسمائة ألف فهذه النتش جيدة جدا اشتغل عليها وتوكل على الله واللاحظ معي أخي الكريم فهي كل وامنا يعني هذا النتش جيد جدا ما عليك سوى أن تأخذ واحد من هذه العنوين وتقوم بصناعة كتاب أو محتوى خاص بك فهذه الكتب يعني مطلوبة جدا في أمازون فمثلا نبحث عن كتاب جديد فحتى لا أنسى سأريكم كذلك طريقة أخرى فعند دخولك مثلا واختيارك لهذا الكتاب أنا لا أريد هذا الكتاب ولكن بما أن صاحب الكتاب ظهر لي في البحث هو الأول إلا ولدي عمل احترافي ويقوم بعمل جيد لذلك ماذا سأفعل سأدخل إلى هذا الكتاب عند دخولي إلى هذا الكتاب انظر هنا هذا صاحب هذا الكتاب اسمه بيتر أحاول الدخول إليه وسأجد أستور الخاص به وسأحاول التجسس على الكتب التي رفعها أخيرا فهنا كما تشاهد أخي الكريم هذا كتاب جديد يعني وهنا كتب أخرى فإن أردت حاول أن تأتي إلى هذه الخانة ثم تختار أن تظهر لك النتائج حسب آخر تحديثات أو آخر الكتب التي رفعها صاحب الكتب نختار هذا الاختيار كذلك فشاهد معي أخي الكريم لكن هذا يعني كتاب يعني دو محتوى نحن لا يهمنا كتاب دو محتوى لاحظ هنا كيندل نحن نريد كهذا الكتب مثلا شاهد معي أخي الكريم وحاول أن تبحث عند هذا الكاتب أو عند هذا الشخص أو عند صاحب هذا المحتوى حتى تأخذ فكرة شاهد أخي الكريم يعني أنت تشاهد الكتب وفي نفس الوقت تلاحظ طريقة عمل هذا الكاتب فهذا الكاتب لديه كتاب عبارة عن عشرة أجزاء من واحد إلى عشرة وقد رفعهم في حسابه أخي الكريم إن أردت أن تجد النتش المناسب والذي عليه مبيعات كبيرة فعليك أخي الكريم أن تتأكد من أن تكون عدد الرزولت هنا أقل من ألف رشيرش يعني أقل من ألف كتاب مرفوع هنا في البحث ثم تأتي إلى هنا تشاهد هذا التاريخ يجب أن يكون الكتاب مرفوع في أربعة أجهر الأخيرة على أقصى تقدير ثم هنا عدد المبيعات يجب أن يكون سبعة تمانية فما فوق ولا تنسى كذلك البسعر يجب على البسعر أن يكون أقل من خمسمائة ألف فإن توفرت هذه الشروط الأربعة في النتش الخاص بك فهذا نتش جيد ما عليك إلا العمل عليه وسوف تجد نتائج جيدة جدا إن شاء الله كان هذا أخي الكريم هو درسنا لليوم دائما أخي أختي أحاول أطل في الفيديوهات حتى تصل الفكرة ويكون التركيز كبير لذلك أخي الكريم سوف أحاول إن شاء الله في الفيديوهات القديمة أن نتحدث على الترادمارك وعلى الكوبيرايت وكذلك عن طريقة إنشاء كتاب دون محتوى كولورين بوكس مثلا أو أكتيبيتي بوكس يعني هناك مجموعة من المفاجآت ولكن إخواني قبل هذا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة ولا تنسوا أني أحبكم في الله